السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصيحة جيدة اليوم اشارك معكم تحليات نهاية الأسبوع تحليات رقية جدا والديدة متناول جميعا وبسيطة في ناس الوقت نتمنى ان شاء الله تعجبكم في ناس احسانكم بقوا معنا جميعا لكي نشاهدوا المقادر والطريقة التحتر اول حاجة ان شاء الله كما تشاهدوا معي فحم مقلاء الملكة السكر سيوجد هنا الكراميل انا دائما في فلان او في اي تحليات الملكة السكر يجب نعمل الكراميل ضدر اذا تريد ان اضع الكراميل العادي انا كنعملنا كالسكر كنخليه ما كنحرقه ما كنضيفه لما لا حتى يبدو الجواني تكرمله معنا كما تشاهدوا عاد كنخلطه مزين وكنحرقه ونبعد كنحرقه على واحد الكراميل السائل ونجح مئة في المئة بالنسبة للأخوات لما يزدقلهم شي مليس عمل السكر ما تحرقه وشاله نار متوسطة كنحرقه 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 ثم يوجد معكم بسهولة وبسرعة نضيفه هنا مباشرة في القلب اللي نضيفه في التحليات حاولت ان انا نشارك معكم طريقة الكراميل لانها كنحرقه سهلة وشحام واحدة كنطلبتها منك يقول لما يزدق لان يبقى ذلك السكر في حالك يتحبب معهم فتبعوا الطريقة ونجح معكم ان شاء الله كما تلاحظوا معي نحاول ان نوزع الكراميل من الجوانب كما تطلعوا هكذا في المرضي او في الحواشد المرضي باش يجينا فلان دينا كامل ملبس بالكراميل فقط يحتفل الجوانب ونخليه على جنبي برد ونقوزه باش نوجد معكم التحليات التحليات هي عبارة على فلان بالقرقع اول حاجة نحتاج هنا القرقع تلاحظوا معي هنا 100 غ من القرقع على شكل عجينة في حشكل الترون و100 غ من مهر جمش يعني خليطه تقريبا في طريفات صغرين مهر جمشين لكي نحس بطريفات القرقع في وسطه يجي لديد ومتناول في نص الوقت يجي يحمق بالنسبة للمناسبة نحتاج هنا ثلاثة معلقة السكر ونحتاج أربعة أضريفة ميناء فلانتينو اللي لا يوجد شيء متوفر هنا في اسبانيا ممكن تستعملوا فلال ريال الكبير اللي يكون فيه خاص بلتر الحليب ريال طبعا معروف ونحتاج في المغرب موجود ممكن تستعملوا فلال ريال بما أنه لا يوجد سكر فأنا عملت ثلاثة معلقة السكر أول حاجة سوف أكثر سوف تنجرة يطر إلى ربع يعني لتر إلى ربع من الحليب تقريبا 750 ملل وعندي هنا نصف لتر من الكريمة الخفق السائلة ناطا برامونتر لدي الكريمة 500 ملل نصف لتر والحليب يطر إلى ربع طبعا نخليكم مقادر مذكورين في صندوق الوصف كما العادة لدي هنا أربعة أضريفة من الفلانتينو ونقولها ممكن تستعملوا فلال ريال والمثل من الموجود في جميع أنحاء العالم يكون هناك أشياء كبيرة بالسكر اذا كان سواء من المضيفة بدون السكر او لا يمكن تزيد السكر نضيف السكر و نخلط كل شيء إلى البارد كما تلاحظون معي و نضيف 100 جرام القرقع و نقوم بجتماع شهورة في مباشرة و اضيفتهاeka و ساحرة و نضيف السكر و لن نشعه على البارد أولاة و يجب التكتلات يقوم بفوق النار اضيف المسطم الى من المشكلة بشكل مباشرة تدخل النار يجب أن يحصل على قبل اعلى وقت حتى يصل على درجة الغليان حول كيف يمكن ان تحرك ذلك حتى يصلك القرق تنجره لسق يبقى بسبب حركوا قليلا او حرك يصل على درجة الغليان نضيفه مباشرة القرقاء نضيفه مباشرة القرقاء نضيفه مباشرة نضيفه مباشرة نضيفه مباشرة نضيفه خالي نضيفه 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 سوف نضيف فكرة بالنسبة للأخوات الذين يريدون فردية لا يريدون حجم عائلة كبيرة يمكن أن تستعملون أكواب فردية يجبون جيد ومزيونين ورقيين في المنظر إذا كانت لديكم مناسبة لا تلاحظون الطريفات القرقع كيف يبقون داخل الحشوة يجبون جيداً يجبون جيداً نضيفه نضيفه نصف كأس من السكر ومعلقة صغيرة من الماء سوف نضيفه مكرم سوف نضيف السكر ومحتك يجب أن يكون فقاعات نضيفه نضيفه نصف ملقة من الزبدة الزبدة نضيفه تقريباً نضيفه 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 نعني نضيفه الفهن نضيفه 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 لأن القرقاء يكون رطب لا يوجد حلوز أو البندق يجب أن نضرب دلة لكي نرمشوا أو للمكينة أريد أن أخذ الحبيبات مكرملين فيهم السكر جيدا مهم هذه الكويسات كما أردت معي أنا تقريبا أخذتهم 1-4 ساعة في الثلاجة وضعت الكرامل وضعت الكرامل وضعت الكرامل وضعت الكرامل وضعت الكرامل أما هذا الكبير سوف نرى هذه الكراملات لأنني نقطعها ونأكلها مباشرة سوف نقلبها في طبق التقديم ويمكنك تعملها أخواتي في سنة مدورة ويمكنك ترافقها مع فروضة في المناسبات الأعرس أنتم لا ترون يا سلام يجي رائع جدا ناجح من يول في المئة فمباشرة سوف نضع الكراملات ونحاول أن نوزع الكراملات كما نزع الكراملات ونحن نقوم بإضافة ونحن أن تكون هناك القرمشة ونحن نظرة ونحن نجاح إنجاح جاء الله يجب أن تجربت الوصفات ونجعلها بإضافة مهما ديوشك النهائي من بعد عمد نوغا القرقع شبرت الكراميل و حمقه بشكل مزيد و سهل و في المتنامول كانت مني يجبكم إلى اللقاء